تتعرض الإذن مثل باقي أعضاء الجسم المشاكل وعوارض صحية مختلفة يوجد طنين أو طنين الإذن من ضمن هذه المشكلات التي تتبب الإزعاج للمصاب فيه خلونا في هذه الفقرة نناقش الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفنا في الستوديو الدكتور صالح سقر استشاري الأنف والأذن والأحنجرة أهلا دكتور صالح الله يسلمك وشكرا تزيلوا عن الفرصة هذه لتعرف الأخوة والمشاهدين عن نوع الطنين وكيف التعامل معه طيب دكتور بداية لو تقول لنا إيش هو الطنين الإذن؟ الطنين في المجمل هو أي صوت يتم سماع من الإذن بدون أي مصدر خارجي للصوت بشكل مبسط طب هل هو يعني بسبب عطوي في ناس يقولوا أنه ما له أي سبب ووحد لازم يتعايش معه؟ التعايش مع الطنين وهذه المقولة يعني منتشرة أكثر شيء مع الطنين في بعض الأمراض في بعض المسببات للطنين هذه المقولة صحيحة ولكن قبل ما ننتقل النقطة هذه وأن خلاص من عندك الطنين يتعايش معه لازم المريض يعرض نفسه على الطبيب يأخذ تاريخ مراضي يعمل أيضا الفحص الطبي تخطيطات للسامع بالإضافة للأشعة الهدف منها أن في بعض أسلاب الطنين يمكن علاجها والشيء الثاني أن الطنين نفسها قد يكون عرض لمرض أخطر فبالإمكان تلافيه مبكرة نحن نتكلم إذا كان الطنين مزمن دكتور إذا كان مزمن لازم أن يروح أو فيه ناس ممكن يجيهم من فترة لفترة يعني فجأة كذا من الضغط من مسببات الحياتية اليومية صحيح الطنين ممكن يعني كثير من الأحيان يكون مزمن لما يكون متقطع أيضا يحتاج الفحص بأحيان يكون بأسباب اعتلالات في قناة ليبيل لامب والذنية في قناة ستهاكيوس بعض الأحيان تعرض للأصوات العالية ممكن تسبب الطنين بعض التناول الأدوية فهذه بعض الأحيان مجرد التوقف عن المسبب لا يؤدي للشخص يعني له أنواع ليه أنواع ليه أنواع ليه أنواع كثير بالنسبة للأنواع ممكن تقسيمها يعني فيه تقسيمات كثيرة بس أفضل تقسيمات اللي هي اللي هو الطنين اللي ممكن اللي فقط يسمع بواسطة المريض فقط والنوع الثاني اللي يسمع ممكن بالأشخاص اللي محيطين بالمريض يكون فعلا حقيقي فبناء على النوعية يتم التعامل معه طيب إيش أبرز الطرق الطبية اللي الواحد يقدر يتعامل فيها أو الدكتور يتعامل فيها مع المصاب بالطنين في البداية تأخذ تاريخ المراضي وهذه أهم نقطة أيضا زي ما قلنا الفحص الطبي لأنه اللي حتى يتمكن من اللي هو فرز التشخيصات لأنه بالنسبة لتشخيصات الطنين وأسباب المادية للطنين كثيرة جدا فهو يحاول قدر الإمكانة يحدد التشخيص في أمراض المعينة التي تحدي هذا الطنين ومن بعدها يبدأ اللي هو محاولة اللي هو تعرف على السبب ومعالجة المرض طب هل ممكن يكون هذا الطنين هو مؤشر لبداية مرض ما أو فقدان السمح على السمح الله؟ وكيف العلاج بيكون في بعض الأحيان يكون فعلا تكون بدايات ومبدأت بعض الأورام اللي تصيب اللي هو العصب بالسمع تكون بعض الأحيان البدايات تكون كطنينة ويكون فيه إذن واحدة في الحالة هذه من ناحية الطبيب بعد الفحص وعمل تخطيط السمع ومقارنة الفروق في السمع بعدها ممكن يطلب بعض الأنواع الأشعاء اللي ممكن تساعد التشخيص الإشكالية هذه مبكرة زي ما نقول بالذات الأورام سواء كانت أورام على العصب وبعض الأحيان بعض الأورام في لوحة الدموية طب دكتور في شيء اسمه الطنين النابذ صحيح ممكن تكلمنا عنه أو تقول لنا وش الطنين النابذ واش أسبابه إذا ما تسمحيلي قبل النقطة هذه بسبب للطنين يعني إحنا زي ما نقول لك أن الطنين يسمع بالشخص والطنين ما يمكن ممكن يسمع بالشخص في الطنين يسمع بالشخص يكون بعض الأحيان يكون يا سببه إنه يكون اعتلال في قناة ستاكيوس بعض الأحيان فيه الأعضلات المحيطة بعضمات الأذن يكون فيها اعتلال وانقباضات سريعة جدا أو يكون فيه مشكلة في اللوعية الدموية المحيطة بالأذن هذه اللوعية لما تصاب ويصير فيها أي اعتلال تسوي الطنين النابذ الطنين النابذ برضه يقسم إلى نقدر نقل القسمين وثلاثة القسم الأول اللي هو الطنين اللي هو بسبب الاعتلال في الشراعين فالعادة يكون هذا الطنين زي نبضات القلب لا أسباب كثيرة من أهم اللي هو تصلب في الشراعين الأنيمية التدخين عند السيدات الحوامل في بعض الأحيان يكون عرض أمراض أخرى مثلا زي اللي يتكلس في عظمة الركاب بالنسبة العلاج يكون على حسب السبب هذا الطنين هذا الطنين النابض اللي بسببه بسبب شراعين اللي بسبب الأوردة يكون حتى نعلم في تصور الموضوع الإذن محاطة بمجموعة من الأوردة نعم في قاع الجمجون أو أيضا من الخلب هذه الأوردة مسؤولة عن إرجاع الدم إلى الخلب في بعض الأحيان يصير فيه تآكل في الطبقة العظمية الفاصلة بين الإذن وبين اللي هو الأوعى الدمومية الأوردة في هذه المرحلة ينتقل الصوت يصير الشخص يسمع الطنين والتشخيص السهل في البداية معرفة أنه يريد فقط بالضغط على الرقبة يبان أنه يتوقف لأنه بسهولة ينزل ما فيه نبض معه بس يسمع المريض زي الوشة أو زي الهوى المتقطع أو المال متقطع ما هو نبض في كثير من الأحيان بعدها يتم من ناحة البحوصات مع الأسعاء والبحوصات يتم التشخيص أكثر شيء منتشر في السيدات ما بين العشرين إلى الخمسين سنة يكون عندهم زيادة في الوزن يكون بعض الأحيان يكون عندها اعتلال في الغدة الدرقية والبعض منهم زي ما قلنا مع السمنة وبعضهم يكون فيه ارتفاع في السهل حول الدماغ وما يؤدي للضغط والتآكل فلما يجون السيدات أو المرضى بشكل عام لن أغلبهم سيدات اللي يجون الغالب نبدأ ندخل في البداية نستثني السبب الأهم اللي يرتفع سهل الدماغ نحولهم الزمنانة في المخ والأعصاب ويتحاملهم معهم أيضا بعض الزمنة في الأشعاء التداخلية بعض الأحيان يكونوا بالتدخل سواء عن طريق التشخيص أو عن طريق العلاج بعض الأحيان التجليط أو إذا كان فيه تضيق في الأوريدة أيضا يكون عن طريق الدعامات وفي الأخير الحمية هو السمنة بعض الأحيان يبدو المريض أو المريض على برنامج قدائل تخفيف الأزن وتقليل الضغط أو حتى بعمليات التكنيين إذا ما قدره وما كان فيه فائدة من موضوع هذا ننتقل للنقطة اللي بعدها اللي هي عملية إعادة اللي هو وضع اللي هو الطبقة بين التفاصلة بين الوريد وبين دمين دكتور بعض الأحيان إذا الواحد انسدح على إذنه يحس بصوت مجرد أنه يوخر يرجع ما في صوت ما هي تكون أسبابها هذه من أسباب حتى الشمع بعض الأحيان يجي المريض ويقول أنا أسمع شمع لأنه مجرد أنه تسكر إذنه صار عزل يسوي زي الماسكينج أو الكناعة للصوت الخارجي ففي المرحلة هذه يبدأ يسمع صوت نفسه صح ممكن يسمع بلعة ممكن يسمع نفضات القلب ممكن يسمع النفس هذا طبيعي فهذه هي كأنت بس كأني أضغطي على اللدن وسويتي عزل مؤقت طيب وصوت الصفيرة اللي يحس فيها الواحد هذه من أنواع الطنين بعض الأحيان من أنواع الطنين هل أني يحتاج أن أراجع دكتور فيها ولا أنه عادي طبيعي الأفضل مراجعة الطبيع فيها يعني دكتور نفهم من كلامك أنه في أسباب كثير أساسية للطنين أنه المفضل الواحد لا يطنيش هل أنت أعرف أنه هذه مرحلة الآن لازم أروح للطبيع الطنين إذا أستمر الفترة المفروض أنه يتم مشاورة الطبيع في الموضوع هذا لأنه معرفة السبب وزي ما قلنا فيه كثير المقول اللي أنه تعايش معها أوكي تعايش معها بس مو من البداية من أول شيء خلال سيطانية تتعايش معها بعد ما يتم التشخيص ومعرفته هو نستثني الأسباب اللي ممكن أنها تحل أو ممكن أنها مع الوقت أنها تتفاق هذيك المرحلة أوكي نتعايش معها ولكن قبلها لازم أنه يتشخص المريض خصوصا إذا كان بعض الأحيان على أدوية بعض الأحيان يكون مالسترس في أسباب كثيرة جدا فمن خلال يمكن فرزها وإعطاء الرأي الأفضل ذكر الدكتور في حديثك قبل شوي العلاقة أو أنه يرجع إلى الأطباء أو أخصائيين التغذية بشكل أو بآخر بسبب السمنة أو أي أن كان أش علاقة التكميم أو السمنة ممكن تكلمنا على الجانبين السمنة والتكميم بطنين الأذن في علاقة بينهم لاحظة هذه بالذات عند الأشخاص اللي عاملين عملية تكميم بعدها بكم شهر أو الأشخاص اللي نزل لوزنهم تبدأ عندهم يعانوا من أنهم يسمعوا صوات يذنهم ممكن يسمعوا زي الطقطقة ممكن يسمعوا يحسوا زي الامتلاث بعد ما ينحفون يعني أو بعد العملية مباشرة لا لا مع النحف حتى مو في العملية فقط أي شخص عنده نزول في الوزن ممكن يعاني منها نزول حاد؟ نزول في الوزن أي أمكان سواء كلمة تدريج أو بحاد الفكرة منها أن في نهاية الأنف توجد قناة ستاكيوس هي في أغلب الأوقات هي مغلقة بسبب أن عليها ضغط من شحوم حولها زي باقي أعضاء الجسم يوجد دهون فهي تضغط عليها تم فتحية مسؤولة عن النقل الهواء ما بين الأنف والأذن الداخلي الأذن الوسطى لمعادلة الضغط على طرفي الطابلة اللي يصير أنه بعد نقص الوزن تنقص الشحوم في الجسم ومن ضمنها الشحوم اللي حوله القناة تتخلي القناة مفتوحة أغلب الوقت يصير الشخص يعاني من المشكلة يتزيد المعاناة عند بعض المرضى اللي هم عندهم مشاكل فيه انسداد في الأمن سواء أنهم عندهم نحميات عندهم انحراف الحزن فيه أو عندهم ضخم في قرانيات الأمن في المرحلة هذه لها بعض الأحيان ممكن الحلول اللي هي أول شيء بعض المرضى الكثير منهم جرد أنه يعرف السبب يرتاح ما عاد خلاص يقول أنا مقتنع بالوضع وأتحايش معه وأنتم الموضوع بعضهم لا يتبدأ تبقى معه الإشكالية نبدأهم على أدوية التعديل اللي هو تخفيف الاحتقام في الأمن إذا خف وتحسن كويس بعض الأحيان لا ننتقل للتدخل الجراحي سواء للأنف من ناحية التعديل أو إذا كان فيه لحميات أو كان فيه القرانيات يبغال يتحجلها تصغير وفي حالات نادرة جدا اللي هو تصغير الفتحة نفسها نفس القناة طرغم كثيرة أو إغلاقها بشكل طرد دفتر ممكن إذا مثلا الواحد أحمل الطنين إش الأعراض اللي ممكن تصيبها الإحمال اللي هو المشكلة وش السبب يعني بعض الأنواع الطنين يجلس المريض ويثابع فيه متابعة كبيرة جدا ويصلى شيء ولكن المونوعية من المرضى هذول اللي نخاف عليهم نحن نخاف على المرضى اللي عندهم نقدر الله ورهم وتكون أول أعراب الطنين فهنا طبعا هي قليلة حتى ما نخوف المشاهدين هي نسبة بسيطة جدا أقل من 2% وقليلة بس أنه ما نبغى يتوصل يعني يكون الشخص هذا 1% و2% يكون من الناس المطنشين الموضوع بعدين تكبر مع المشكلة ويكون حل لها أصعط المستقل طبعا ما يمكن تسبب أنا أهلت غير الأشياء هذه مثلا داخل أشياء الطنين هو عرض مو مرض فهو عرض هو تخيل أنت قاعد طوال الوقت تسمعي زن وصوت في إذنك شيء موزج تؤثر على النفسية بشكل كبير النفسية نفسها تزود الطنين هذا يتأثر علي إنه يرتبط مع أشياء ذهني ممكن يرتبط مع نفس السام وممكن يرتبط مع أدواء هذا من الأشياء لي هذا من الإذن دكتور صالح جدا استفدنا منكم من كلامك ونحن نتمنى كل أحد أو شخص يسمعنا عنده هذه المشكلة يراجع الطبيب ويشوف عشان زي ما ذكرت ما تكبر المشكلة ويصير فيه تدخل جراحي شكرا لك دكتور صالح شكرا لتوارجت اليوم معنا شكرا لإستضافاتكم إن شاء الله نكون نفدنا من الأخوة المشاهدي شكرا لك مشاهدينا لا تنسوا تتفاعلهم معنا عبر هاشتاق البرنامج برنامج سيدتي تاصلوا بعد مكملين